مع استمرار المناورات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان أعلنت بكين حصيلة مناوراتها العسكرية في اليوم الثاني والتي شملت تحليق طائرات عسكرية تحمل ذخيرة حية فوق تايوان ونفذت موجات عدة من محاكاة لضرب أهداف محددة في الجزيرة كاستهداف المطارات وتدمير الرادارات والبنية التحتية بالإضافة إلى مشاركة حاملة طائرات تشاندونغ في المناورات الجارية قرب الجزيرة اليابان من جانبها أكدت أن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ أجرت عمليات في المياه القريبة من جزيرة أوكيناوا اليابانية مضيفة أن القطع البحرية الصينية تقتربت لمسافة 230 كم من جزيرة ميكاو اليابانية بدورها أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان مضيفة أن 39 طائرة عبرت الخط الأوسط في المضيق الفاصل بين تايوان والصين ودخلت مناطق الدفاع الجوي لتايوان وأدان بيان وزارة الدفاع التايوانية المناورات الصينية وأكد أنها تهدف لزعزعة استقرار المنطقة مناورات الجيش الصيني زعزعت استقرار المنطقة وعرضت أمنها لخطر شديد وذلك بذارعة زيارة الرئيسة التايوانية إلى الولايات المتحدة نؤكد أن تايوان ليس لديها نية لتصعيد الموقف لكننا نشدد على أن قواتنا المسلحة ستحافظ على سيادتنا وأمننا القومي بطريقة عقلانية ومدروسة ونؤكد أن قواتنا المسلحة في حالة تأهب قصوى من جهة أخرى حذر خبراء من أن 50% من التجارة العالمية باتت مهددة بالتوقف بعد المناورات الصينية حول جزيرة تايوان ما يهدد بتعطيل سلاسل التوريد التجارية المتأثرة أصلا بأزمتين فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا والتي يراها محللون أن الصين تحاول فرض أمر واقع على العالم بتهديد طريق التجارة العالمي للضغط على واشنطن لإيقاف دعمها لما تسميه بكين انفصالي تايوان